هذا هو بوبوس قد ياسمين عبدالعزيز اللي نشرت مجموعة من صوره البارح على الانستغرام وعلقت عليهم باسمه معقل بينك والصور من البارح فيرل على السوشال ميديا و especially this one اللي طالع فيه بوبوس جدي وبيخوف شوي بندرته الجدية ولهيك خصترناها تكون trend of the day ما بتتخيله طبعا كمية التفاعل والتعليقات اللي صارت على البوست حتى نجوم من أصدقاء ياسمين على أقولها فمونا زكي مرعوبة وعم تجي لها كوابيس من صور بوبوس بس كندعلو شو برأيها انه بوبوس فوتوجانك كتير وياسمين عبدالعزيز لم تكتفي بس بنشر صور بوبوس في بوست لا فهي كمان نشرت له صور مختلفة على السوري ومن البارح اسمها متصدر trend على الجوجل بسبب صور بوبوس وهذه ليست أول مرة لياسمين بتعمل فيها بوز بصوره فقبل ثلاث سنين نشرت صور لبوبوس لأول مرة وعملت ضجة كبيرة وبعدها صارت كل فترة بتعيد تنشرهم لكي تمزح مع أصحابها وبتخوفهم لا بس مش هيك يعني كمان بوبوس معروف بالوسط الفني بمصر لأنه كمان بقتها رامي إمام وسوسن بدر وهشام ماجد علقوا على صورته وعلى فكرة يا دانا تعرفي أن بوبوس من النوع سفينكس كات أو القطة الفرعوني وهو من أغلى أنواع القطة في العامل في العالم وهو نفس نوع القطة اللي شفناه مرة مع ريتشل بإحدى حلقات مسلسل وكان اسمه ميسيز ويسكرسون وصحة وقتها ردت فعل جوي وراس كانت بتضحك لما قالوا لها إثنا ركعت وردت هالفعل بتشبه ردات فعل كثير ناس على السوشيل ميديا وكثير السيليبريتيز استغربوا من شكله وحتى منهم شو يخافوا منه يعني عن جد بضحك كثير وحتى شفتي كيف التفاعل كان على الصورة كثير كبير يعني عشر تلاف كومنتز كنو إماجين أبداً أنت فيك تربي بوبوس؟ أبداً ولا أي قط ولا أي بسة